السلام عليكم مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد فيديو اليوم كما تشوفوا معي الخفز التوست بالدقيق الأبيض إن شاء الله مرة أخرى سننزلوا بالدقيق القمح الكامل بالنسبة للخفز التوست نتمنى تسمع النصائح والمقادر بالضبط لأنه ضروري يكونوا مقادر بالضبط وكذلك العبار المول سأعطيكم كل شي بالتفصيل وكذلك ستجبروا كل شي في صندوق الوصف يعني العبار الصغير اللي سنخدم به وكذلك العبار كبير لأن العبار كبير تقريبا نص كبير سيكون عنده هذا العبار هذا وبقوا معي تشوفوا المقادر والطريقة تتحضر كما تشوفوا معي هنا يجي يرطب يجي ينفشفش من داخل بالنسبة للمقادر هنا 300 جرم الدقيق الأبيض ونحتاج 220 ملي ما بين الحليب والماء ما يعادل تقريبا كاس وربعة العنبة ومعلقة كبيرة مشي عمراء الخميرة الخبز أو الخميرة المجونة معلقة صغيرة السكر و20 جرم الزبدة ما يعادل معلقة كبيرة مشي عمراء أنا مبعد دوبتها لأن الجو بارد هذا بالنسبة للمقادر القياس المول اللي عندي فيه 25 سنتيمتر في القطر وفي الطول 8 سنتيمتر أو 7 سنتيمتر وفي العرض كذلك 8 سنتيمتر هذا بالنسبة للمقادر 500 جرم الدقيق سوف نعطيكم القياس سوف تحتاجوا في القطر إما 28 سنتيمتر أو 30 سنتيمتر حتى 31 سنتيمتر هذا بالنسبة للقطر وكذلك في الطول 8 سنتيمتر هذه الطريقة سوف نعمل الخميرة في 1 سنتيمتر مع السكر خليل من الحليب والماء سوف نقوم الدفاع سوف نقوم بالنسبة للطول 10 سنتيمتر سوف نقوم بالسكر وقال نقوم بالحليب والماء سوف نعطي الخميرة 10 سنتيمتر فقد تراجع اضفت ملحة 300 جرم دقيق تبعوا معي النصائح الخميرة والسكر تسرع الخميرة الزبدة حضر الزبدة معلقة كبيرة نحتاج خميرة الشركة معلقة كبيرة الزبدة مقادرة كاملة تجبر في صندوق الوصف نضيف الحليب أو الماء نضيف الحليب أو الماء نضيف الكيمية كاملة نضيف الحليب نضيف الحليب حين نضيف الحليب فنضيف الشوق نضرب على سطح العمل نضرب على سطح العمل نضرب على سطح العمل نضرب على كمية الحليب والماء قومت بتضيف حليبية في العجنة النضرب سوف يقوم بتضيف بشكل حلوب كما تنظر كمية الحليب والماء سوف يقوم بتضيف الحليب والماء عجينة جيدة نريد القوام عجينة مدلوكة وفي نفس الوقت لا تلسق في اليد لا تلسق في اليد سوف نحاول نجمعها ومن بعد سوف نعملها تخمر ولكن في التلاجة ليس مجمد وليس على بره ضروري هذه العملية لكي تنجح لكم الوصفة هذه هي الطريقة الفرنسية الطريقة الأصلية اللي سبق له شف البريوش اللي خدمت البريوش الفرنسي تقريبا نفس الطريقة تلك البريوش الفرنسي تهوكي يرتاح في التلاجة ومدة يجس ويعدي المقانة او ليلة كاملة بالنسبة للبريوش اما بالنسبة للطوست جس ويعدي المقانة فقط كما كنتشوفو هنا ضعف الحجم دياله وخاهية في التلاجة ماشي المجمد كما كنقول لكم سوف نعمل شوية دقيقة على سطح العمل ونحاول نبسطها ونخرج من ذيك الهواء اللي يكون فيها هذا هو المو اللي استعملت هنا في القطرة دياله 25 سنتم يعني وخيكون القع ناقص شوية فيه 23 سنتم والطول 8 سنتم والعرض كذلك 8 سنتم كما كنتشوفو بسط هنا على هالطريقة هادي غادي نحاولو ننطلقوها لحسب القطرة ديال المول باش ملين روليوها غادي جينا العبار نيش لنعملوه باش ملين عملوها في المول يجينا نفس العبار كما كتشوفونا اياك نحاول نقدد العجينة على حسب القطرة ديال المول صافي وبالنسبة المقادر كما قلت لكم غادي نتجبرهم حتى في اخر الفيديو حيث كي اللي مك يعرفش صندق الوصف غادي نتجبرهم في اخر الفيديو مكتوبين المقادر ديال 500 جرام ديال الدقيق وديال العبار ديال المول وكذلك يعني شحال ديال كمية ديال المول والحليب المهم جميع التفاصيل غادي نجبرهم في صندق الوصف وكذلك في اخر الفيديو صافي كما كتشوفونا اياك نحاول نروليها لها الطريقة هذي كما قلت لكم هذي الطريقة الاصلية ديال الطوست الفرنسي وناجح مئة بالمئة الى تبعته المراحل والنصائح يعني ضروري ما تحترمو المقادر ديال عفوا مش المقادر العبار ديال المول يعني بجيج بهم ضروري تحترمو هذي هذي كنقول لكم صافي المول دهنتوا بشوي ديال الزبدة وغادي نزله في المول كما اشتو معايا وغادي نحاول نقض الجوانب بزيان وبالنسبة للبابي اللي غادي نعمل اللي غادي نعمل اللي غادي نعمل مل فوق دهنتوا بشوي ديال الزيت لانما اللي غادي خمر باش ميلسقش فيها غادي تشوفوا معايا هنايا بعد ما غادي خمر تقريبا واحد ساعة ونص ديال المقانة لانا الجو بارد ولكن ضروري فصل الصيف ما غاديش يدي هذي الوقت كامل كما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما تضعف الحجم دياله هنايا غادي نحايد ديال البابي اللي عملت كما كيتشوفو كيتحايد بسهولة لانا عملت له ديك الزيت اما بالنسبة للفران مسخنا عدى ميتين دراجة مدة ديال الطهي أربعين دقيقة يعني مليكي سخول الفران ضروري كنتصبحون كنتصبحون قفر الافيه الفقنية ضروري كنتصبحون غير يا عفية الفقنية حتى تطيبوا نصف المقتصعة مثل الفران العادية او الفران الجو بانا نسخة ونصف المقانة يوميح ترحية ديالة نصف المقانة يجبوا تقلبوا أما بالنسبة للفران الفرفارة يعني صافي كلا كنتصبح lutم يقلبها يجب أن تفت نص ساعة المقانة تشعل العافية الفقانية لتعطيها تحميرها وبالنسبة تحميرها هذا اللون الذي يعطيها اللون الذهبي ضروري لا ترشه شوية بالماء كما تشوفوا معي هنا سوف ندخله الفرن كما تشوفوا هنا بعد أربع دقيقة هذا هو اللون ذهبي كما تشوفوا هنا والسر هو الماء الذي نرشه عليها من فوق كذلك بالنسبة للفرن سوف تتخن الفرن جيد سوف نقص الغوح شوية لأن الفرن الغز يكون قوي بزاف سوف يتعملهم من فوق حتى نصف المقانة ثم سوف يتحمر من تحت نتمنى أن يكون كل شيء مفهم وهذا هو الشكل بعد مما زولته من المول يعني محمر من جميع الجوانب كما تشوفوا اللون دياله ذهبي وكذلك الشكل دياله كيجي رائع وكيجي يرطب من داخل صدقوني كيجي في حالو فحا ديال الزنقة وأحسن لأنه معدل في الدار كتعرفوا شنو معدل فيه هذا هو الشكل دياله من داخل أنا سوف نقطع لكم صراحة قطعت هو بقي سخون لأنه زربت عليه هو نورمال مخصو يبرد لأقل واحد لسد السويع باش يشد فراسه مزيان أما بفصل الصيف ضروري كيجي يكون الجو سخون أما دب البرودة يعني واحد لسد السويع صافة كما تشوفوا الشكل دياله بعدما قطعته كما قطعته سخون كما تشوفو كيجي رائع بزاف بزاف كيجي يرطب كنتمنى تجربوه لأنه صراحة وصفة ناجحة مياه بالمياه وكنتمنى تطبقوه نصر أهلتكم وكذلك العبار ديال المول ضروري لأنه ممكنش تعمل واحد الكمية ديال الدقيق في واحد المول اللي ما غديش يتنجح لكم فيه الوصفة لأنه يقدر يكون المول صغير والكمية ديال العجينة كبيرة غديش يفيد لكم ديال العجين وهذا هو القوام دياله كما تشوفوا معي انا هاي بعدما قطعتهم بالنسبة لطريقة ديال الاحتفاظ دياله انا كنقطعهم على هات شكل هذا وكنعملوا في المجمد مني كنبغيهم كنجبت القيص اللي بغيت انا وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى اعجبكم وإلى اللقاء في الوصفة القادمة ان شاء الله وهذا هما المقادر ديال العبار كبير وكذلك العبار صغر شكرا وكعة اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر